أبنائي طلبة وطالبات الفرقة الثانية شعبة علوم الحاسب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم ولعلقكم بخير وربنا يحفظكم من كل شر ومن كل مكروم بدأنا في المحاضرة السابقة بالمعادلات التفاضلية وأن المعادلات التفاضلية يمكن تقسمها أو تصنفها إلى معادلات تفاضلية عادية ومعادلات تفاضلية جزئية كلمنا عن رتبة ودرجة المعادلات التفاضلية في المحاضرة دي هنستكمل النقاط الخاصة بالمعادلات التفاضلية والخاصة بالحل العام والحل الخاص للمعادلات التفاضلية ثم نتبع ذلك بدراسة المعادلات التفاضلية الجزئية هندي مثال المسال الأولاني أوجد الحل الخاص ليه اللي هي المشتاقة الأولى او المعامل التفاضولي الاول للدلة بيساوي ثابت بيساوي خمسة عندما وين اكس اكول زيرو واي اكول اتنين عاوزين الحل الخاص للمعددة ديت عندما اكس بتساوي صفر واي بتساوي اتنين طبعا دي معادلة تفاضولية لانه اردت لك المعددة التفاضولية هي المعددة التي تحوي مشتقات او تفاضلات او معاملات تفاضولية فدي تفيه معامل تفاضولة هوت او مشتق اولي بدي معادلة تفاضولية الحل ممكن تكتب المعددة اللي هي واي برايم اكول فايف تكتبها معادلة تفاضولية اللي هي الدي واي بتساوي خمسة دي اكس ممكن تكتبها الدي واي على الدي اكس بتساوي خمسة وهتديك نفس الحل يعني لو كتبت أنت dy على dx equal 5 أو dy بتسوي 5 في dx وتكامل الطرفين عندنا lift side اللي هو dy والright side اللي هو الخمسة dx لو كاملت الطرفين لو جبت تكامل dy تكامل dy اللي هو تكامل 1 في dy هيدي ال y يعني لأن تكامل المشتقة هيدي الدلة الأصلية اللي هي ال y وبعدين تكامل السابت هيساوي السابت مضروف x زائد k اللي هو ثابت المعادلة التفاضلية طيب أنت هتطبق بقى شروط الحدود اللي أنا قلتها لك يعني في الحد اللي تصيد وي الright side إن ال x بتسوي 0 والy بتسوي 2 لو أنت عوضت هتحصل لهنا هتعوض هنا يعني أنت لو عوضت هنا عن ال y عوضت هنا عن ال y بتسوي 2 وال x بتسوي 0 يبقى 2 هتسوي 0 زائد k إذن ال k اللي هو ثابت المعادلة يساوي 2 وبالتالي بيكون ال y بتسوي 5x زائد y هو الحل الخاص للمعادلة التفاضلية المعطبة مثال اتنين هل ال y اقوى c لن x ال y هنا دي المتغير التابع اللي هو ال dependent variable وي بتسوي السي السي ده ثابت ولين اللي هو اللغرة x هل ده الحل ده صحيح للمعادلة التفاضلية اللي هو ال d y على d x لين x ناقص ال y على ال x بتسوي 0 يبقى أنا جبت لك هنا معادلة تفاضلية وجبت لك حل معطة أنا عايزك تثبت إن الحل المعطدة هو هو الحل بتاع المعادلة التفاضلية إذا كان هو الحل يبقى ده حل صحيح إذا ما كانش هو الحل يبقى ده يبقى ده ليس هو الحل الصحيح للمعادلة التفاضلية الحل طب انت عندك بقى ال y بتسوي c لين x اللي هو ال y بتسوي c لغرة x انت بقى هتقول إيه هتجيب المشتاقة الأولى المشتاقة الأولى أو المعاملة التفاضلية الأول انت بتقول d y على d x هتساوي c هنا ثابت وبعدين لغاريتم ال x بقى انت بيجيب تفاضل الدل اللغاريتمية تذكر إن تفاضل الدل اللغاريتمية هتساوي تفاضل المقدار الذي أمام اللغاريتم على المقدار يعني تفاضل x بتساوي كام؟ واحد تفاضل x بالنسبة لل x بتساوي واحد على المقدار على x يبقى c في واحد على x يبقى c على x يبقى انت لما تجيب المشتاقة الأولى هتساوي c على x وعلى ذلك في ايه نبقى؟ تيجي تعوض انت بالحل ده فيه شوف بقى هل الليفت سايد بيساوي ال right side؟ لو الليفت سايد بيساوي ال right side؟ يبقى الحل ده حل صحيح للمعادلة التفاضلية left hand side اللي هو الطرف الايه الايصر الطرف الايصر بقى اللي هو هنا اللي هو ده ال dy على dx lin x ناقص اللي هو ال y على ال x بتاع المعادلة اللي موجودة عندك اللي هو الطرف الايصر اللي هو ال dy على dx lin x ناقص ال y على ال x انت هتعوض ايه بقى؟ لانك انت جبت المتغير بتاع المعادلة هو يعني ما المقصود بحل المعادلة التفاضلية حل المعادلة التفاضلية هو ايجاد المتغير قيمة المتغير في المعادلة وقيمة المتغير في المعادلة هو مشتقة او مشتقات مشتقة يعني انت لما تيجي انت كنت في المعادلات العادية كنت بتجيب عندك x و y كنت بتجيب قيمة ال x وقيمة ال y بيبقى فيه زوج من القيم بيحقق المعادلة لو عوضت انت بالX والY في الطرف الايمن والايصر يبقى هو هيديك الطرف الايمن بيساوي الطرف الايصر في المعادلات التفاضلية انت هتجيب المشتقة لان المشتقة هي المتغيرات بتاعت المعادلة هي قيمة X و Y هي قيمة المشتقة الاولى او المشتقة التانية فالDI على دك اكس ده ابل ده المتغير قيمة المتغير اللي موجودة في الم Knock supp秒 edition عوض انت بقى هنا هدا الطرف الايه الطرف الايصر هو بقى الDI على الDI لن اكس ناقص Y على الأكس ده الطرف الايصر في المعادلة المعادلة عندك. طيب الDI على الDI اكس تب انا انت جرت الDI على الDI اكس بتسويتي على الاكس. انت بتعود اهو. وهو بتعود. وبعدين اللن اكس بتحط اللن اكس ناقص الDI على الاخس. طب ات عندك الواي في المعضلة الاصلية الواي بتساوي ايه? عده عندك الوا هي هي? يبقى على ده. ده بقى انت ممكن تقول مضروبة في ده. ده بقى انت عندك ده. يبقى الله بالمواجبة والسلة كانبات ساوي صفر يبقى ده هيساوي اللفتة بيتساوي الرايت هند صايت وبناء عليه الحل اللي موجود عندك. الحل المعطى هو الحل الصحيح للمعادلة التفاضلية المعطاة. مثال ثلاثة. اوضح ان الواي سي وان صين اتنين اكس زائد ثلاثة كزين اتنين اكس هو الحل العام للمعادلة التفاضلية اللي هو دي تربيع واي على دي اكس تربية زائد الاربعة واي بتساوي صفر. ايه معنى ايه معنى الكلام ده? ايه معنى المعادلة ده? المعادلة ده معناها ايه? معناها ان فيه معادلة تفاضلية وفيه حل معطا. المطلوب ايه? المطلوب توضيح او بيان او اسبات ان الحل المعطا هو الحل بتاع المعادلة دي. تثبت ان الحل ده هو حل المعادلة ده. ده المفروض. فانت بتجي هنا بتقول له ايه? تبدأ بالحل بقى. الواي بتساوي بتساوي سي وان اه صين اتنين اكس زائد تلاتة كوزين اتنين اكس. طب انت هتجيب الواي داش هنا. اللي هي الدي وي على دي اكس. المشتقة الاولة او المعامل للتفاضل الاول. انت لازم تكون عارف التفاضلات بتاعت الايه? التفاضلات المسلسات حساب المسلسات اللي هو الصين والكوزين والتان والامور دي كلها انت غدتها في سنة اولى. الحاجة اللي انا هذكرك بها ان تفاضل الصين بيساوي القزين. وتفاضل القزين بيساوي ناقص صين. يبقى انت تعتقد يتفاضل الصين بيساوي كوزين. وتفاضل الكوزين بيساوي ناقص صين. يبقى عندك السي هنا ثابت. يبقى هنا الواي داش بيساوي الدي وي على الدي اكس. ممكن تستخدم الوي دك او تستخدم الدي وي على الدي اكس. انا كتبت لك الاتنين عشان انت في امتحان ممكن تختار اي حاجة. تختار ده او ده. هيساوي. السي وان ثابتة ها. وبعدين اتنين اكس. الاتنين بتاعت الزاوية هتضربها في كام? اتفاضلوا في الاسين هتبقى كوزين. هتبقى كوزين. تضرب في الاتنين. يبقى اتنين سي وان كوزين اتنين اكس. وتفاضل الكوزين ناقص صين. يبقى عندك ثلاثة في اتنين بستة. والكوزين التفاضل بتاعها صين. يبقى ناقص ستة صين اتنين اكس. هتجيب الوي دابل داش. اللي هي الوي تربيع. الدي تربيع وي على الدي اكس تربيع اللي هي المشتقة التانية او المعامل التفاضلي تاني للدلة. ده هيساوي. تفاضل الكوزين هنا. احنا قلنا تفاضل الكزين ناقص صين. يبقى هنا. هتقول اتنين في اتنين باربعة يبقى اربعة سي وان اللي هو السابت صين اتنين اكس وتفاضل الصين كزين يبقى هتقول ناقص هنا اتنين في ستة باتناشر كزين اتنين اكس. ربز? يبقى انت هجبتي هنا يبقى انت عندك الدلة هوة واي وعندك المشطقة الاولى وعندنا المشطقة الايه التاني. اعمل شك بقى هنا. التحقيةbank. انت هتتحقق من ان وهك الحل المواطدة هو الحل الصحيح و لا بالنسبة الدهاندmeside وهو الديات تربيع الديات تربيعwaoy على الديات تربيع زائد 4 y هذا الشوى يقlane التحليم وهو الوطة الديات chciaپinformة الديات ستقوم على الديات ثانية الديات تربيعwaoy على الديات تربيع لما انت طلعتها كل ما انت انت طلعتها اسم qui الادت reflections سين اتنين اكس ناقص اتناشر كزين اتنين اكس. ده اللي انت طلعته مية من لما جبت المشتقة الاولى وبعدين فضلت المشتقة الاولى عشان تجيب المشتقة التانية ده اللي احنا عملناه. زائد هنا. اربعة الواي بقى اللي هي المعادلة الاصلية. المعادلة اللي انا ادتها لك. اربعة في الواي السي وان سين اتنين اكس زائد تلاتة كزين اتنين اكس. يبقى ده لو انت جيت عملت الكلام اللي زي ده هتقول هتبقى هنا اربعة وبعدين الاربعة في التلاثة باتناشر. هتلاحز ان الموجة بيساوي هنا. الموجة بيساوي السالب. يبقى هيساوي صفر وهيساوي الصيد. صيد صيد بيساوي صيد. وبناء للأيسر بيساوي الطرف الايمن يبقى الحل المعطئ اللينا ده تقول لك هو الحل الصحيح للمعادلة التفاضلية المعطئة. طيب. نسال اربعة.رحة. وضح ان الواي سي وان زائد السي تو اي اه توزا باور اتنين اكس. انا جبت لك هنا السي وان سابت والسي اتنين سابت. وبعدين الايه هنا دي معادلة قسية. اه دي ده اللي قسية. طيب. يبقى انت كل اللي انت عايزك تعرفه هنا ان انت لما تجيب هنا انا بقول لك وضح ان الكلام ده وضح ان ده هو الحل العام للمعادلة التفاضلية اللي هو دي تربيع واي على دي اكس تربيع بيساوي اتنين دي واي على دي اكس. خلاص يبقى انا جبت لك معادلة التفاضلية في صايد وبعدين في صايد وبعدين عاوزين نثبت ان الحل المعطى ده هو الحل العام للمعادلة المعطى دية. يبقى انت هتجي تعمل ايه? انت هو ان عندك طرف ايمن اي طرف ايسر وطرف ايمن. انت هتجيب المشتقة الاولى والمشتقة التانية وبعدين تتحقق من العملية دي. طيب يبقى عندنا بما ان واي بتساوي سي وان زائد سي تو في الاي باور اي اكس. يبقى انت لما تجيب المشتقة الاولى الدي واي على دي اكس هتساوي. تفاضل السابت بصفر. طب تفاضل سابت في مشتقة. هيساوي السابت اللي هو السي اتنين ده. سي صب. خلاصة بسكريبت اتنين. هنا في تفاضل الايه الدلة القسية. انا قلت لك تفاضل الدلة اللغرة مية وقل لها الوقت تفاضل الدلة القسية. تفاضل الدلة القسية هيساوي نفس الدلة القسية في تفاضل في تفاضل القس. يبقى تساوي الدلة القسية الدلة القسية اهاي. اللي هي الاي باور اتنان اكس. طب تفاضل القس. اللي هو اتنين اكس ثابت في اكس وتفضل اكس بالنسبة لنفسها واحد يبقى اتنين في واحد بكام باتنين. هتبقى اتنين اي باور اتنين اكس. طب احنا عندنا ايه بقى? عندنا تربيع على تربيع ديت هتساوي ايه بقى? ديت كتبت ساوي اربعة اتنين اي باور اتنين اكس. طيب من الواضح ايه بقى من الواضح انه. طب انت عندك الطرف الايمن اهو. طب عندك ده بيساوي الكلام ده. طيب هل الكلام ده هو ده اللي هو اتنين الدي واي على الدي اكس? ده انت عندك الدي واي على الدي اكس بتساوي اتنين سي اتنين في كزا. طيب ده انت عندك هنا انما هنا عندك هنا اتنين. لو انت ضربت اتنين وشلت الدي واي على الدي اكس وحطت مكانها ضربتها في الكلام ده يبقى اتنين في اتنين باربعة يبقى اربعة اتنين اي باور اتنين اكس. يبقى واضح ان هو هيساوي قرية صغيرة. وبالتالي الحل المعطى هو حل المعادلة التفاضلية. طيب هننتقل بقى للمعادلات التفاضلية الجزئية اللي هي اللي هي اللي هي ايه هي المعادلة التفاضلية الجزئية? هناخدنا المعادلة التفاضلية الاعتيادية. المعادلة التفاضلية الجزئية هي معادلة بتحوي او بتحتوي على مشتقات جزئية لدلة غير معروفة في متغيرين مستقلين او اكثر. كما في الامثلة التالية مع ملاحظة ان اليو تابع ده والمتغيرات المستقلة هنا الاكس والاي والواي. هتاجد تلاقي ايه لما اقول لك بارشل سكوير هنا. بارشل تربية يو. على البرشل اكس تربية. تم انت فاضلت بالنسبة لايه? فاضلت بالنسبة لل اكس. وهنا اليو اليو ديبندنت متغير تابع. ده متغير مستقل. يبقى انت فاضلت بالنسبة لل اكس. زائد اتنين اكس في واي. البرشل تربية يو. واخد بالك. على البرشل وي تربية. يبقى انت فاضلت بالنسبة للايه? للمتغير المستقل التاني. زائد اليو بتساوي واحد. يبقى انت هتلاحظ هنا ان فيه متغير تابع يو. ومتغيرين مستقلين اللي هو الاكس والواي. وانت هتمشي بنفس العملية في المعادلة التفاضلية البي والسي والدي. كل اللي يهمنا بقى ايه هنا? انا صنفت المعادلات التفاضلية الاعتيادية قبل كده في المحاضرة اللي فاتت قلت ممكن تقسمها او تصنفها اما بحسب رتبة المعادلة اللي هو الوردر. او بحسب درجة المعادلة اللي هو الديجرية. طيب. الجزئية. درجة المعادلة هنا اللي هي اهلا او اكبر قس للمتغير التابع. اللي هو هيبقى يو هنا للمتغير التابع بصرف النظر عن تفاضله. ركز. يبقى الردبة اعلى مشتاقة. والدرجة اعلى قس او اكبر قس للمتغير التابع بصرف النظر عن تفاضله. الامثلة هي اللي اتوضح لك دي. لما اقول لك اليو مضروبة فيه. البرشة اليو على البرشة الاكس. بتساوي البرشة اليو على البرشة الاكس بلص واي. انت هتلاحظ هنا ايه? ان اليو هنا متغير ايه? متغير تابع. وبعدين في متغير مستقل. المتغير المستقل اللي هو هتبقى دي على برشة الاكس بتساوي برشة اليو على برشة الاكس. ممكن تقول على برشة الاي زائد الاي. يعني ممكن نقول دي على البرشة الاي. عشان يبقى هنا في متغيرين اتنين مستقلين اللي هو الاكس والاي? الاكس والواي. ممكن المعادلة دي هتبقى معادلة. اه 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 النظر عن تفاضلك. انت هتيجي تقول لي هنا اليوب واحد. واليوب هنا واحد. يبقى من الدرجة التانية. قلت لك غلط. ليه بقى? لانك انت بقول لك اكبر قص للمتغير التابع بصرف النظر عن التفاضل. الغي حتة البرشة اليو دي خالص. كأنك انت انسى التفاضل ده. يبقى تقول لي اليوب في اليوب يو تربيع. يبقى هنا اكبر قص. ها? اكبر قص هنا كان او اعلى قص كان اتنين. تبقى من الدرجة التانية. خلاص? طيب. لما تيجي هنا تربية يو على تربية زائد تربية يو على تربية. طب انت هتيجي هنا. طب تربية يو. اذا المتغير التابع. وبعدين فضلت بالنسبة للأكس على تربية. وبعدين هنا تربية يو. وفضلت هنا بالنسبة للوارد. يبقى هنا اعلى مشتقة هنا ايه? اعلى مشتقة المشتقة التانية. طب المشتقة التانية بتعبر عن ردبة المعادلة التفاضلية. وانت بتقول دي معادلة تفاضلية جزئية. ليه جزئية? لان عندي متغير تابع. وعندي كان مغير مستقل واحد اتنين. اللي هو الاكس والواي. يبقى دي معادلة تفاضلية جزئية من الردبة التانية. من الردبة التانية ليه? لان اعلى مشتقة اللي هي المشتقة التانية. طب من الدرجة الايه بقى? طب الدرجة ايه? هتقول لي الدرجة هي اكبر او اعلى وسط دي المتغير التانية. هنا اليو واحد وهنا اليو واحد يبقى من الدرجة الاولى. خلاص? طيب. لما اقول لك هنا ان اليو بتساوي. الاكس في البرشل يو على البرشل اكس زائد الواي البرشل يو على البرشل واي. دي معادلة تفاضلية جزئية. ليه جزئية? لانك انت عندك اليو وعندك اليو فاضلت بالنسبة الاكس وفاضلت بالنسبة للواي. يبقى ديك عندك متغير تابع ومتغيرين اتنين مستقلين. هتيجي هتقول اعلى مشتقة هنا المشتقة الاولى. يبقى هنا دي معادلة تفاضلية جزئية من الردبة الاولى. وبعدين هتلاقي القس بتاع المتغير المستقل اللي هنا واحد. يبقى معادلة تفاضلية جزئية من الردبة الاولى ومن الدرجة اللي ايه هو من الدرجة الاولى. احنا بايه الملاحظة بقى? فيه هنا ملاحظة. ازا كانت درجة المعادلة تفاضلية واحد تكون معادلة تفاضلية جزئية خطية. اللي هي. الانيار بارشل ديفرينشل كويجن. وازا كانت درجة المعادلة اكبر من واحد تكون معادلة تفاضلية جزئية غير خطية ان هي وفي المعادلة التفاضلية عادية كانت ام جزئية يكون المطلوب هو معرفة الدلة المجهولة التي تحقق المعادلة عن الدراسة. وبعدين عشان زروف بقى الزروفكم والانلاين وفيه حاجات كده ما تشتقدر تفهمها او اللي ازا كانت فيه المحاضرة المباشرة او المحاضرة التفاعلية يبقى بناء عليه في المعادلات التفاضلية الجزئية هنتصر على اللي هتسأل فيه في المتحان ردبة المعادلة ودرجة المعادلة. الامثلة اللي موجودة في الكتاب اللي هو المثال تمنتاشر وتسعتاشر وعشرين امثلة ملغان. امثلة ملغية. يبقى تلات حاجات ديت ملغية. الحاجة اللي بعد كده اللي انا هقول لك عليها متتالية او متسلسلة لما تيجي ليه المتتاليات والمتسلسلات. اخر حاجة في المتتالية او متسلسلة فوريير اللي هي في البند تلاتة ستة اللي هو الفصل التالت والبند السادس. متسلسلة فوريير برضو ملغية. طيب. في النسبة ليه المعادلات حل المعادلات. احنا قولنا حل المعادلات النظام المعادلات القطية والمعادلات غير الخطية. في حل المعادلات الخطية استخدمنا بقى الايه? استخدمنا طرق عدة. استخدمنا مسلا اللي هي طريقة معكوس المصوفة. واستخدمنا طريقة اشلون. واستخدمنا طريقة اللي هي التخفيض اللي هي اللي هي البتاع اللي هي المصوفة الموسعة. ودكتور رحمة شرح لكم الحاجات دي بالتفصيل. سواء كانت معادلات من من معادلات في مجولين او معادلات في ثلاث مجهيل. نظرا لان المعادلات في ثلاث مجهيل. وحلها باستخدام طريقة التخفيض. ان انت بيكون عندك بتنطوي مش بتنطوي على صعوبة. بتنطوي على اجراءات هتاخد منك وقت كبير او في الامتحان. فانا مش هسألك مش هجيب لك مثلا نظام معادلات قطية. في ثلاث مجهيل واقول لك اللي هالي بطريقة اشلون او بطريقة التخفيض المخواري او باي طرق معكوس المصوفة. لان الحاجات ده تنطوي مش على صعوبة. هتنطوي على وقت كتير. انت ممكن في الوقت الكتير ده تستخدمه في الهوم وارك. تستخدمه في البيت. انما في الامتحان هتبقى الامتحان طبعا محدد بساعتين وفيه عايز اسألك في المنهة كله. فالحاجات بسألك على الحاجات المهمة المبادئ. البيسيكس. الاساسيات اللي انت يجب ان انت تعرفها. تب انت لما تيجي مثلا تحل معادلة خطية باي طريقة باي طريقة من رو ايشلون فارو. صيغة ايشلون الصفية المخفضة. لو انت جيت تجيب الصيخة دية سواء كانت النظام خط في مجهولين او في ثلاث مجايل. افرض ان انت جيت في الصف الاخراني وتلع كله صفار. يعني الطرف الايمن بيسوي الطرف الايصر. يبقى هنا طبيعة النظام هيكون ايه? يبقى النظام هنا consistent and dependent. يبقى هنا النظام مستقل ومتصق ومتصق وغير مستقل. يعني هيبقى فيه ايه? هيبقى فيه تطابق هنا. هيبقى فيه حدد لا نهائي من الحلول. infinitely many solution. طب افرض ان الصف الاخراني طلع الطرف الايصر فيه المصوف المخفضة. الطرف الايصر كله صفار. والطرف الايمن بيسوي مثلا بيسوي نمبر بيسوي عدد. بيسوي خمسة او ثلاثة. هل الصفرة يسوي ثلاثة? او هل الصفرة دي بقى دية دية false statement. يعني دية عبارة او تعبير خاطئ. ما ينفعش. ما ينفعش ان انا الصفر بيسوي خمسة او الصفر بيسوي سبعة. يبقى دية النظام هنا طبيعة nature of the linear system هنا. النظام القطي هيبقى هنا inconsistent. inconsistent يعني غير متسق. هيبقى متناقض فيه تناقض. وبالتالي هنا عدد الحلول هيبقى no solution. ما فيش حل. ما فيش حل. ما فيش حل. no solution لا يوجد حل. طب افرض ان انت طلعت. احنا قلنا كل صفار هيبقى عدد لنهائي من الحلول. لو قلت الطرف الايمن اصفاء. الطرف الايصر صفار بيسوي رقم او بيسوي عدد. يبقى ده فيه تناقض. فيه contradiction. مش معقول ان الصفر هيسوي خمسة. يبقى ده هنا inconsistent. inconsistent. ده يبقى هنا النظام ليس له حل. يبقى هنا يوجد single solution. single solution. اللي هو حل ايه حل وحيد. انت بقى لما تيجي تحل بقى المسائل. سواء في النظام الخط في مجهولين او في ثلاث مجاهيل اللي هو في ال x وال y او ال x وال y وال z. انت شوف المصوف المخفضة هتوصل لايه في المصوفة المخفضة في الاخر خالص. وبناء على المصوفة المخفضة ديت هتستدل منها على طبيعة النظام. وهتستدل منها على عدد الحلول. هل في حلول? هل في عدد لنهائي من الحلول? هل في حل واحد? هل مفيش حل خالص ديت هتستدل وده من قطرة الحل انا مش هسألك بقى في الحل لان الحل هيحتاج وقت. الوقت ده يبقى في ال home work يبقى في البيت بتحل كتير قوي وبناء من هذا الحل انت بتلاحظ هنا تبقى دقيق قوي في المصوفة المخفضة اللي انت طلعتها. مصوفة ايش لنه المخفضة اللي انت طلعتها? هتستدل منها على طبيعة النظام وهتستدل منها على ما اذا كان هناك حل او حلول او لا حل للنظام الخطي. الملاحظة الاخيرة او الحاجة الاخيرة اللي عايز اقولها لكم ان انتو ركزوا قوي على امثلة الكتاب. امثلة الكتاب انا هاجبها لك هاجب لك المثال نصا. هاجب لك امثلة الكتاب بالنص في الامتحان. اما ان هي هتبقى في ال mcq اللي هي اسئلة الاختار من المتعدد. او الطرق الفولس اللي هو صح او خطأ. يبقى انت الكتاب هتذكر الامثلة كويس قوي. بالنسبة للمصوفات ان انت هتركز مش مش هاجب لك في الامتحان. اقول لك حل باستخدام معكوس المصوفة او استخدام طريقة اشلون او الطريقة مش عارف ايه. الكلام دا لانه هياخد وقت منك. هاجب لك بقى اللي هو الحصيلة بتاعت الحاجة. يعني انا هاجب لك مسلا ايه. بقى ايه الحلول هنا ايه. هل في حل ولا مفيش حل للنظام ده. ايه. اجيب لك ايه. ايه. هل اقول لك ان اجيب لك مسفو مخفضة كده. واقول لك المصوفة المخفضة د Angela ايه. لتعبر عنه المصوفة المخفضة ديها. هنا. هيبقى هاز نو سليوشن. هيبقى ملوش مفيش حل للنظام ده. انت هتقول لترفع الفولس ستبقى عارف هذا الكلام ده من الحل الكتير الذي انت هتقال له. وعلاقة طبيعة النظام علاقة المصروف المتخفضة بطبيعة النظام وعدد الفلول اللي هي المطلوبة خلاص وبعد كده هتذاكر امثلة الكتاب وان شاء الله نتمنى لكم التوفيق والنجاح وان شاء الله نشوفكم في السنة تالتة السنة اللي جاية ان شاء الله وإلى ان نلتقي تقبلوا تحياتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته